قصص أولمبية لاعب الجود المصري الذي جسد الروح الرياضية بأبها صورة في دورة الألعاب الأولمبية صيف عام 1984 والتي جرت في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية دخل لاعب الجود المصري محمد علي رشوان التاريخ من باب الأخلاق وتجسيد معاني الروح الرياضية واحترام القيم الأولمبية تأهل رشوان إلى نهائي الوزن المفتوح لمنافسات الجود في تلك الدورة ليواجه الياباني ياماشتا ياسوهيرو والذي كان وقتها من أشهر لاعب الجود على مستوى العالم لكن ياماشتا كان يعاني من تمزق في عضلة ساقه اليمنى وكان ذلك واضحا في طريقة سيره على البساط قبل بدء مواجهته أمام المصري رشوان محمد علي رشوان رفض في ذلك النزال مهاجمة اللاعب الياباني باتجاه ساقه المصابة وذلك احتراما لإصابته وتجنبا أن يتسبب ذلك في تضاعفها ليخسر رشوان الميدالية الذهبية ويكتفي بالفضية لكن أخلاقه جعلته أيقونة حقيقية لمبدأ الروح الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية مؤخرا كرم محمد علي رشوان من اليابان بوسام الشمس المشرقة تقديرا لموقفه النبيل في أولمبياد لوس أنجلوس عام الف وتسعمائة وأربعة وثمانين ترجمة نانسي قنقر